بعد الاتفاق المبدئي بين الحكومة المركزية وحكومة الأقليم على أن تكون إدارة المنافذ الحدودية الشمالية والمطارات من قبل الحكومة الاتحادية أقد مجلس هيئة المنافذ الحدودية اجتماعا بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة في المجلس لمناقشة آخر المستجدات التي تخص إدارة المنافذ والمطارات والتنسيق بين بغدادة وأربيل حولها تفقنا على بعض الإجراءات الشكلية والترتيبات التي ننظم عملية الطيران وعملية سلطة الطيران وتمثيل سلطة الطيران في مطاري الأربيل والسليمانية جلسة اليوم جلسة الخامسة تم ترح مواضيع عديدة بالنسبة للمنافذ الحدودية والموانئة والصفرة فكان الاجتماع جيد ونعمل أن يستمر الاجتماع وناقش الاجتماع أيضا رسم سياسة مستقبلية للهيئة العامة للمنافذ الحدودية العراقية وتطويرها فضلا عن تنظيم عمل المنافذ الغربية في محافظة الأنبار والتي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الأرهابي بالأنبار أربع منافذ حدودية منفذين على سوريا ومنفذ على الأردن ومنفذ على السعودية المنافذ التي على سوريا لا زالت معطلة بسبب الأحداث المناطق المحاذية لسوريا مناطق حررة حديثا هناك تحرك من قبل الحكومة الاتحادية ومن قبل الهيئة المنافذ الحدودية ومن قبل المحافظة لعادة تنظيم هذه المنافذ وعادة العمل فيها اليوم مشكلة عندنا أي واحد يدخل من الأقليم من الأجانب إلى بغداد عليه أن يستحصل سمى الدخول للعراق لأنه دخول إلى أقليم كردستان كان غير رسمي اليوم يستحصل من الحكومة المركزية ويستطيع أن يسافر من بغداد وتدر المنافذ الحدودية إيرادات مالية تقدر بملايين الدولار سنويا يذهب بعضها إلى جيوب الفاسدين الأمر الذي دفع الهيئة العامة للمنافذ استخدام تقنيات حديثة وإلكترونية في استحصال العائدات المالية من المنافذ الحدودية العراقية للقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم القمرقية والاختلاسات الحاصلة إذن إجراءات تنظيمية ناقشها مجلس وهيئة المنافذ الحدودية تتعلق بإدارة المطارات والمنافذ الحدودية في أقليم كردستان لا سيما بعد موافقة أربيل مبدئيا على إدارتها بشكل مشترك مع الحكومة الاتحادية من بغداد غيث محمد قناة الرشيد الفضاء